السلام عليكم الفيروس أضق الكائنات الحية على الإطلاق آلاف الفيروسات بالكاد تملأ النقطة التي نكتبها في آخر الجملة ومع هذا الحجم الضئيل إلا أن الفيروس يهدد بانتظام أعقد الكائنات الحية دعونا ندخل سويا إلى هذا العالم العجيب عالم الفيروسات عندما يدخل الفيروس لجسم الإنسان تكون غايته أن يصل لنواة الخلية حتى يسيطر على برامج الخلية وبالتالي يقوم الفيروس بتوظيف كل برامج الخلية لإنتاج آلاف النسخ منه سطو مسلح حقيقي يدخل فيروس واحد للخلية ويخرج عشرة آلاف فيروس منها لكن عندما يصل الفيروس لغشاء الخلية فإنه لا يستطيع الدخول بسهولة لأنه لا يملك مفتاحا يمكنه من الدخول لكن بعض الفيروسات تحصل على هذا المفتاح وتنجح بالفعل في العبور من غشاء الخلية لكن ما أن يدخل الفيروس إلى داخل الخلية حتى يواجه بجيوش من الأجسام المضادة ويواجه بأنظمة حارقة كالإندوسومز والتي تقوم بتفتيت الفيروس تماما بالمناسبة كل هذا يجري في داخل جسدك تقريبا في كل دقيقة وحجم خمسين خلية من هذه الخلايا التي تقوم بإدارة هذه المعارك تملأ النقطة التي نكتبها في آخر الجملة عالم معجز مبهر بداخلك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم لكن بعض الفيروسات في بعض الحالات تستطيع النجاح من كل هذه الأسلحة وتقوم بالتوجه نحو جوهرة التاج نحو نواة الخلية الطريق نحو نواة الخلية طويل ولحل هذه المشكلة يلتحم الفيروس بالموتر بروتين المسمى بالكينيسين الكينيسين كائن عجيب شيال يحمل الجزيئات ويسير بها داخل الخلية على طرق فعلية هناك طرق داخل الخلية يسير عليها هذا الشيال الكينيسين الفيروس الآن استخدم هذا الشيال لينقله نحو نواة الخلية هذا الشيال المدهش الكينيسين له يدين ورجلين حقيقيتين ويسير بسرعة مئة خطوة في الثانية وها هو القينيسين يحمل الفيروس في طريقه لنواة الخلية الآن فكر معي في هذا الفيروس كائن من أدق ما يكون بلا مخ بلا عيني بلا أعصاب لكنه يضع مخططا للسيطرة على الخلية ومن بعدها على الكائن الحي بنفسه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه كل كائن مهما ضق أو كبر قدر الله له أسباب رزقه وكان الله على كل شيء مقيتا فهو سبحانه الرزاق الذي أوصل لكل مخلوق رزقه بقدره الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا بعد وصول الفيروس لنواة الخلية المعركة لم تنتهي بعد فدخول نواة الخلية ليس بهذه السهولة نواة الخلية هذه محاطة بحراسات سوف تلتهم من يحاول أن يقترب منها لكن قد ينجو فيروس واحد من كل هذه المعارك ليكمل وحده مشروع السيطرة على الخلية ومن ثم على الإنسان فيروس واحد يستطيع إكمال المعركة للنهاية وها هو الفيروس على أعتاب جوهرة التاج نواة الخلية ما أن يصل للنواة فإنه على موعد مع جدران صلبة الجدران المحيطة بنواة الخلية والتي لن تقبل بأن يمر هذا الفيروس عبر البوابات فحراسات بوابات نواة الخلية لن تسمح بدخول الفيروس مهما تحايل عليها جدران النواة ليست بنفس طيبة جدران غشاء الخلية فها هنا ماذا يفعل الفيروس؟ الفيروس يريد الدخول لقلب النواة حيث مركز التحكم حتى يقوم بالسيطرة على الخلية فماذا يفعل؟ تخيل معي ماذا سيفعل الفيروس في هذه اللحظة العجيبة سوف يقوم الفيروس بعملية من أبهر ما يكون عملية مذهلة تذهل العقل البشري سيقوم بهذه العملية فيروس لا يحمل عقلا ولا مخا ولا أعصابا ولا عينين ولا أي شيء سوف يقوم الفيروس بعملية انتحارية نعم كما سمعتم عملية انتحارية سوف يمزق نفسه إربا إربا حتى يدخل داخل نواة الخلية وبهذه المهمة الانتحارية الغريبة سوف يصبح الشريط المعلوماتي الخاص بالفيروس الشريط الجيني الخاص به سوف يصبح داخل نواة الخلية لقد استطاع الفيروس إدخال شفرته إلى قلب غرفة التحكم إلى قلب النواة وسوف تقوم هذه الشفرة الآن بإدارة الخلية كلها لمصلحة الفيروس فقط سوف تقوم نواة الخلية بنسخ آلاف الفيروسات للأسف سوف تتحول هذه الخلية المكلومة إلى ماكينة نسخ لآلاف الفيروسات لو أردت أن تفهم معنى الشريط الجيني الشريط المعلوماتي الشفرة التي قام الفيروس بإدخالها إلى نواة الخلية لو أردت أن تفهم معنى الشفرة فكل كائن حي لديه شفرة خاصة وأنت أيها الإنسان بداخلك أربعة مليارات حرف نعم أربعة مليارات حرف داخل كل خلية من خلاياك تسفر لكل الأعضاء فكل كائن حي بداخله شفرة تسفر لكل أعضائه إذا أردت أن تفهم معنى الشفرة الجينية هذه الشفرة التي أبهرت الملحدين عبر العالم هذا النظام المعلومات المدهش الذي أودعه الله في كل كائن حي فشاهد هذه الحلقة في أول رابط في وصف الفيديو الآن الفيروس استطاع أن يدخل الشفرة الشفرة التي تكونه استطاع أن يدخلها إلى نواة الخلية وبالتالي إذا تم فك هذه الشفرة سوف تنتج فيروسات كثيرة فالفيروس فقط استطاع أن يدخل شفرته وهي أهم شيء والنواة سوف تقوم بنسخ هذه الشفرة وبالتالي إنتاج فيروسات كثيرة سوف تبدأ الآن هذه الشفرة التي قام الفيروس بإدخالها إلى نواة الخلية في تسخير كافة إمكانات الخلية لعمل آلاف نسخ من هذا الفيروس كل طاقة الخلية وكل جزيئات الخلية أصبحت الآن تحت سيطرة هذه الشفرة والنتيجة آلاف الفيروسات سوف تخرج لتنتقل إلى خلية مجاورة وهكذا الآن الشفرة دخلت إلى نواة الخلية وأصبح عندنا آلاف نسخ من هذه الشفرة تخرج هذه الشفرة بسهولة خارج النواة إلى الريبوسوم والريبوسوم مصنع داخل كل خلية يصنع البروتينات هذه الشفرة سوف تستغل هذا المصنع في تحويلها إلى فيروس كامل وهكذا عملية من أعجب وأذكى وأغرب العمليات على الإطلاق الآن الفيروس يسيطر سيطرة تامة عن الخلية وهو الآن يستعد للانتقال لخلايا مجاورة هناك حل ذكي تستطيع أن تقوم به الخلية الآن للنجاح من هذه الكارثة سوف تقوم بإرسال رسالة لكرات الدم البيضاء تخبرها بعملية الغزو الذي اشتاحها والذي سوف يهدد خلايا أخرى بعد دقائق والحل الآن في يد كرات الدم البيضاء وهو أن تقوم هذه الكرات بالتهام هذه الخلية التي تم غزوها بكل الفيروسات التي بداخلها الخلية التي تم غزوها تقول لكرات الدم البيضاء تعالي والتهميني التهميني بالفيروسات التي بداخلي بالمناسبة هنا أود أن أذكر نقطة مهمة وهي مرض الإيدز لماذا مرض الإيدز خطير؟ لأن هذه الرسالة التي تخرج من أي خلية مصابة لن تجد من يستقبلها مرض الإيدز يدمر مستقبلات الرسائل يدمر النظام المناعي وبالتالي الفيروسات ترتع كما تحب الآن الفيروس احتل الخلية بالكامل وهو الآن في طريقه للخلايا المجاورة طيب في حال لو لم يتم التهام هذه الخلية المغزوة بكرة دم بيضاء ماذا يحصل؟ سوف يقوم النظام المناعي أيضا بالتقاط كل الفيروسات المنطلقة سوف يلتقط كل هذه الفيروسات لكن طبعا في حال مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز لا توجد هذه النظم المناعية نعود الآن لهذه الفيروسات المنطلقة الفيروسات تنطلق بكفافة والنظام المناعي يرد هذه الفيروسات ولو ازدادت هذه الفيروسات سوف يلجأ النظام المناعي لحيلة أخرى عجيبة والحيلة كالتالي تقوم الخلايا المجاورة للخلية المصابة بالتضحية بنفسها حتى لا يحتلها الفيروس تقوم بتنفيذ مبدأ الأرض المحترقة الذي طبقه ستالين في الحرب العالمية الثانية عندما اقتربت قوات النازي أمر ستالين بإحراط كل القرى في طريق النازي وبالتالي لا يستغل للنازي الغذاء في هذه القرى لتمويل جنوده نفس هذه الآلية تقوم بتطبيقها الخلايا المجاورة للخلية المصابة تقوم بتدمير نفسها لألا يستغلها الفيروس وبعد انتحارها تلتحم هذه الخلايا المنتحرة بكرات الدم البيضاء فيظهر أشبه بتكتل جدار عملاق أمام الهجوم الفيروسي وهنا سوف تشعر أنت أيها الإنسان باحتقان الأنف في هذه اللحظة أنت سوف تشعر باحتقان في الأنف إحمرار في الأنف انسداد في الأنف أنت هنا تدير خلاياك معركة حقيقية إيقاف الهجم الفيروسية وأنت لا تشعر بشيء من ذلك عند هذه المرحلة نجحت خلاياك في إيقاف الهجم الفيروسية بل واكتسب نظامك المناعي معرفة بهذا الفيروس فلن يجرؤ على الدخول مرة أخرى لجسدك فهناك خلايا ذاكرة في نظامك المناعي تعرف شكل الفيروس وبالتالي لن يجرؤ نفس هذا النوع على الدخول مرة أخرى المعركة انتهت بحمد الله الزكام سوف يستمر بعض أيام إلى أن يحصل التعافي التام وهنا لابد أن ننوه أن التعرض لقدر طبيعي من الفيروسات والبكتيريا هذا أمر ضروري لنظامك المناعي فالمبالغة في النظافة الناس اللي عندها وسواس نظافة هذا خطر على النظام المناعي فأمراض الحساسية والأمراض المناعية المختلفة مصدرها عدم التعرض لقدر كاف من الفيروسات والبكتيريا وطبعا هذا أمر معلوم طبيا فكل شيء خلق بقدر قال ربنا سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء في خلقه حكمة وغاية سبحان الله من أعوام قليلة كان المجتمع الطب الأمريكي في حالة هلع لانتشار السكر عند الأطفال فاكتشف أن السبب الرئيسي لهذا الموضوع هو عدم تعرض الطفل الأمريكي لقدر كاف من الفيروسات والبكتيريا نقص بعض أنواع البكتيريا التي يتعرض لها الطفل وسواس النظافة الزائدة ولذلك كانت النصيحة تعريض الطفل لهذه الأنواع من البكتيريا ومؤخرا أضافوا حاجة اسمها البريبيوتك أضافوه لألبان الأطفال البريبيوتك بحفز ظهور هذه البكتيريا فكل شيء خلق بقدر والآن ما هي مشكلة فيروس كورونا 2019 The 2019 novel coronavirus هذا الفيروس الذي أحدث حالة من الرعب والهلع في العالم وتعريض اقتصاديات دول عملاقة للخطر ما مشكلته؟ هذا الفيروس نجح في الدخول لمناطق حساسة من جسم الإنسان أدار المعركة في الجزء الوظيفي من الرئة داخل الحويصلة الهوائية التي يحصل فيها تبادل الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون وبالتالي النتيجة هي التهاب رئوي مشاكل في التنفس وفشل التنفس وهذا يؤدي لارتفاع كبير في معدل الوفاة لكن هل هذه هي السمة الوحيدة للفيروس؟ لا إطلاقاً نحن نكتشف كل ساعة تقريباً آلاف الحالات من الالتهاب الرئوي في المستشفيات وليس هناك أي مشكلة أغلبها يمر بسلام المشكلة أن هذا الفيروس ليس لدينا أي مناعة ضده لأول مرة يقتحم الجسم البشري ليس هناك في خلايا الذاكرة في النظام المناعي عندنا أي معرفة بهذا الفيروس وبالتالي تعاملنا معه يشبه تعامل مريض الإيدز مع الفيروس العادي فليس عندنا مناعة ضد هذا الفيروس لأول مرة في تاريخ الجنس البشري يقتحم هذا الفيروس أجسادنا وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا هذا الفيروس لم يكن في أسلافنا الذين مضوا وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم فحين تم إعلان الفاحشة بلا حياء دخل الإيدز لأول مرة في جسم البشر ودخل السارس وها هو الناظل كورونا فيروس فانتشار الفواحش والإعلان بها هذا يهدد الجنس البشري أولا بأول بأوجاع لم نسمع بها من قبل بأوجاع لم تدخل في أسلافنا والآن يا ترى ما هي أفضل طريقة للتخلص من هذه الفيروسات القاتلة كفيروس كورونا أفضل طريقة هي عدم التعرض لها ابتداء وأي مدينة تبتلى بهذا الفيروس يجري عليها حجر صحي كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يخرج منها ولا أحد يدخلها قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها وهو نفس المنهج بالضبط الذي يتبعه الطب الحديث الحجر الصحي لأي عدوى وبائية وهذا من براهين نبوته صلى الله عليه وسلم رجل صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة أوصى بأفضل طريقة يلجأ لها الطب الحديث للوقاية من الأوبئة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أهل البلد التي يقع بها الوباء حذرهم من أن يخرجوا منها ومن صبر فله أجر شهيد قال صلى الله عليه وسلم ليس من أحد يقع الطاعون وكل وباء قاتل هو طاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالصبر أمام هذه البلاءات وعدم الخروج من المكان الموبوء لألا تصبح جائحة عالمية اللهم سلم واليوم كما تعرفون يجري في بعض مدن الصين أكبر حجر صحي في تاريخ البشر عشرات الملايين ممنوعون من مغادرة بلادهم أو الدخول عليهم وأكبر حجرا صحي تشهده الصين في تاريخ العالم ومنعها من السفر مشهد وصفه قادة العالم بالخطير للغاية والآن دعونا نقوم بتدبر اسم الله الحكيم الحكيم من أسماء الله الحسنى والله الحكيم أي المتصف بكمال الحكمة المطلع على مبادئ الأمور وعواقبها فخلق الله سبحانه خلقه بالحكمة وبالحق وبأكمل إتقان وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به وقدر الله سبحانه بحكمته أمورا تخفى على كثير من الناس لكن لا تخفى على أولي الألباب فهذا الفيروس في هذا التوقيت فيه من حكمة الله ما يعرفه أولي البصائر والله سبحانه هو اللطيف الذي يجسر أمورا خارجية بطرق نعرفها أو لا نعرفها نريدها أو نخشاها نحبها أو نكرهها لكن عاقبت كل ذرة في الكون كمال الحكمة عاقبت كل قدر إلهي كمال الخير والحكمة وما فيه صلاح عباده المؤمنين فكل أقدار الله خير وكل حكمه عجيبة وعلينا أن ننظر ونقوم بالتأمل والتدبر والله سبحانه برحمته يلهمنا الحكمة وأنا أوصيكم بتدبر بعض أسماء الله الحسنة من كتاب فتح الرحيم الملك العلام رابط هذا الكتاب الجميل في الرابط الثاني في وصف الفيديو كوموا بتحميله وتصفحه أشكركم على حسن الاستماع ولا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة ملفات نقض الإلحاد والفلسفات المادية والسلام عليكم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيتم كسران منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم